مرحبا بكم مجددا لمشاهدين في قهوة جورنان سنتحدث اليوم عن موضوع مهم وحلقة مهمة في كل معادلة الدولة والمتعلقة بالتنمية خصوصا ألا وهي البلدية قبل أيام وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليم لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بغية توجيههم نحو مصادر تمويل جديدة بدل الاحتماد على ميزانية الدولة وتندرج هذه التعليمات بالتدبير المتخذة لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام الذي وصل إلى حدود الثلاثين دولار للبرميلة الواحد على ضوء هذه التعليمة سنناقش اليوم واقعيا دور البلدية الحقيقي في التنمية والأهم صلاحيات المنتخبين المحليين المواطن في الجزائر دائما يوجه اللوم لرئيس البلدية أنه لم ينشئ ولم يقدم المشروع الفلاني والسؤال اليوم هل رئيس المجلس الشعبي البلدي يملك الصلاحيات التي تسمح له فعلا ببعث التنمية في بلديته السؤال الثاني الذي يطرح هل يمكن بعث تنمية فعلية وسريعة بالقوانين الحالية للبلدية والولاية وهل يمكن أن تكون هناك تنمية سريعة شاملة أمام سيطرة الإدارة أمام المجالس المنتخبة وهذه القوانين الموجودة حاليا والتي يراها البعض الشديدة المركزية هل نراعي فيها اعتبارات تنموية واقتصادية أم نراعي فيها اعتبارات أخرى لما نطلب من البلدية بحث مصادر تمويل هل هذا قرار اقتصادي بعناه مدروس فعلا ووجدنا أن هناك مصادر غير مستغلة ممكن أن تستفيد منها البلدية وهل يوجد قانون منظم للعملية أو نص تشريعي لماذا لا نجعل البلدية الشريك في العملية التنموية من خلال الصلاحيات ومن خلال المداخيل حتى نترك هامش الحرية والمبادرة للمجالس المنتخبة في الأخير إذا كانت رهانات الفترة اقتصادية هل تشريعنا وقوانينا مكيفة لتخدم هذا التوجه البلديات والتنمية بين صلاحيات المنتخب وسلطة الإدارة وضيفها السيد بشير فريك الوالي السابق سيد بشير فريك مرحبا بك معنا وشكرا على قبولك داودنا شكرا أهلا وسهلا شكرا سيد فريك كنت اليوم تمثل الإدارة تمثل الإدارة ونمثل المجالس المنتخبة سيد فريك لو نبدأ بهذا السؤال في الجزائر إذا افترضنا ولو أنه الأمر بدأ يصبح حقيقة إذا افترضنا أنه الدولة انتقلت من رهانات سياسية رهانات سلطوية ربما بعد الاستقلال إلى فترة من حكم بومديين وشادلي إلى رهانات الآن في 2016 رهانات اقتصادية رهانات تنموية سيد بشير فريك هل تعتبر أنه اليوم القوانيننا خاصة فيما يخص الولاية والبلدية قوانيننا معناها تواكب هذه القفزة وتواكب هذا التحول من ربما سياسات وإلى تنمية رهانات اقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة وشكرا على تناول هذا الموضوع الذي اعتبره بحكم انتمائي للجماعات المحلية اعتبره جد مهم سؤال وجه هل البلدية الجزائرية بإمكانها أن تواكب الديناميكية الجديدة لبعث التنمية الوطنية اعتقد بكل صراحة لا استطيع أن أقول أن البلدية الجزائرية في واقعها الحالي يمكنها أن تواكب هذه التوجهات هذه التوجهات لجملة من المعطيات ممكن نتحدث عليها فيما بعد فالبلدية الجزائرية ما زالت في واقع بعيدة كل البعد عن الفكر التنموي بمفهوم خلق الثروة ما هو مفهوم مشاريع التنموية المموالة من طرف الميزانيات الدولة وإنجاز مشاريع الطريق والإيصال الكهراء المياه والكذا نتلم على التنمية بمفهوم خلق الثروة خلق الثروة البلدية الجزائرية في واقعها الحالي سواء من حيث النصوص الموجودة أو من حيث تركيبة المنتخب المحليين بعيدة بكل البعد عن ذلك ولا أعتقد أنها ستقدم شيئا في هذا المجال طيب سيد فريك هذا السؤال أيضا يقودنا إلى سؤال ثاني في الجزائر هو علاقة الإدارة بالمنتخبين المحليين سيد فريك أنت كنت والي لو نسأل مثلا اليوم في الجزائر بصراحة علاقة الوالي برئيس المجلس الشعبي البلدي علاقة مثلا الأمين العام اللي يعيد مرسوم رئاسي لبلدية علاقة الأمين العام اللي يمثل تقريبا الإدارة بالمنتخبين علاقة الدال مدير الإدارة المحلية بالمجلس الشعبي الولائي معناتها علاقة الإدارة بالمنتخبين هل هي علاقة تكاملية هل كاين ثقة هم أنه هناك تقريبا لاحظوا من خلال قوانين من خلال تشريعات أنه ما كاش هذا التكامل يعني بصراحة هو النظام الإداري تعالى على مستوى الإجامعات المهلية أعتقد أنه مازال متأثر بفكر المدرسة الفرنسية اللي هي هيمنة الإدارة أو بعبارة أخرى هيمنة الإدارة على المنتخب وهذا ربما من منطلقات قديمة حتى في النظام الإداري الفرنسي المحلي تجاوزه وتعدوا تجاوزوا هذا المرحلة في فرنسا صحيح أما نحن فمازال الفكر الوصائي الاستعلائي للإدارة في مختلف المستويات مهيما على الحياة المحلية بمعنى أن الإدارة من الوالي الأمين العام إلى غيره حتى اللوضال كما قلت الضال الضال تقريبهما اللي يتحكموا أكثر المجالس المحلية سواء المجلس الشعبي الولاي أو المجالس البلدية صلاحياتهم مقيدة مقيدة كثير حتى المدولات وحتى الأعمال اللي يقوموا بها الإداريين هم اللي يقترحوها هم اللي يحضروها حتى البي سيدي أصغر شيء المخطط البلدي للتنمية تقسمه وتمنح الولاي هذا هو السؤال سيد فريك اليوم إذا كنا رفعنا ريهان اقتصاد وريهان تنمية وريهان جلب المستثمرين ومعنى أن البلدية نبحثوها عن أفاق ما تبقاش ذيك البلدية بالمفهوم الكلاسيكي لتهتم بالإينارة العمومية والنظافة ما أنت تدخل البلدية في رهانات اقتصادية ورهانات ثقافية في رأيك سيد فريك عليش ما نعطوش صلاحيات اليوم صلاحيات للمنتخبين المسألة مسألة ثقة أنه ما نثقوش فيهم بطريقة أو بأخرى ربما البعض يقول ما همش مكونين ما همش الناس اللي ربما تعرف تصير مشاريع المسألة مسألة ثقة أم مسألة قوانين ما هي المشكل سيد فريك والله في اعتقادي أن الإشكالية عميقة ومتجذرة تحتاج إلى نوع من تدقيق والتعمق والتحليل البلدية الجزائرية تسير وفق منظومة قانونية ما هو فقط قانون البلدية ما هو فقط قانون البلدية ولا على المستوى الولايات مرتبطة بمجموعة من القوانين مجموعة من القوانين التي تسير هذه المجموعات هذه القوانين لا تمنح للبلدية حرية التحرك وحرية المبادرة حرية المبادرة أنا عاود نقول بالمفهوم الاقتصادي لخلق الظروة وهذا هو الأساس لخلق الظروة فكملت تكلمت عليه بي سي دي ولا لا فسي سي يال ولا هذه ميزانيات هذه مبالغ انتع الدولة هي التي تعطيها للولايات والولايات توزحها على المستوى البلديات بالنسبة الالفسي سي يال توزحها مباشرة وزارة الداخلية على البلدية على البلدية صحيح مبالغ كما كنت نعرف لما إذا كانت غيرت مبالغ إجماليات تمنح للوالي والوالي هو الذي يقوم يتوزحها عن البلديات حسب عمل إداري باقتراحات من رؤساء الدوائر والمديرية القطعين هذا معناها سلطة الإدارة السيد بشير فريق بصراح أنت كنت والي معناها هذا الأمر واضح ما هوش الأمر اللي يحتاج التحليل معناها سلطة الإدارة في الجزائر اللي عنده كل الصلاحيات ورئيس البلدية ما عندهش صلاحيات سيد بشير فريق طيب خلينا ننتقلوا إلى نقطة ثانية في نفس الإيطار كنت تتكلم لي سيد فريق على خلق الثروة طيب خلق الثروة الآن وزارة الداخلية باحث التعليمة قالت للبلديات بحثوا عن مصادر تمويل خاصة بكم معناها كفاكم أنكم دايما تحتمدوا على ميزانية الدولة سؤال سيد بشير فريق سنتكلموا على الضرائب ومصادر الأموال البلدية وكيفش رأيك في هذه النقطة بالذات أنه البلدية تمشي تبحث عن مصادر تمويل خاصة بها والله مع كل احترامات الأخ سينوردين بدوي هو ابن الإدارة المحلية بدها بمنصب يعرف الإدارة المحلية وتقلب من أدنى منصب كإطار ضال كرئيس دائرة أمين عام والي والآن رأي وزير داخل وبالتالي ما يتكلم من المفترض يتكلم من خلال معرفته للواقع المجموعات المحلية من الداخل ومن العمق فعندما يدلي بتصريحات ويقول بأننا مش مرة اللولة إذا كانت ذكر أول ما تكلم على خلق الثروة والتوجه للمجموعات المحلية والبلديات في لقاء الوزير الأول بالولات منذ شهور فالتوجه لخلق الثروة أتمنى سيد وزير الداخلية بحكم التجربة وكذا يعطي ما هي الوصفة العملية لهذه وهذا والسؤال سيد فريق أنا قصدي اليوم في قانون المالية مثلا نقرأ قانون ما نلقوش نص تشريعي مثلا رئيس البلد يكفش يروح يبادر نفسه ويشنه هي هذه المصادر الثروة مثلا يكري الأرصفة ولا يكري لبانو بيبليستار حابين نعرفه كيف إمكانية هذا هذا اللي كنت نقول الوصفة العملية معتلا لشي قرار ما يبقاش إداري لا لحد الآن رأى عبارة أنا في اعتقاد رأى عبارة عن خطاب وعبارة عن تصريحات ربما ستتجسيدها في المستقبل البرح سيد وزير الداخلية قال مباشرة بعد اعتماد الدستور الجديد راح نمشي إلى مراجعة جملة من القوانين وسمح لي سيد فريق وزير الداخلية كانت تكلم قال أنه نعطوا هامش المبادرة ونعطوا الحرية لرؤساء البلدية ما تكين ربما كان هناك أمور مدرجة في هذه المجال نياء مدام فيها نياء موجودة لكن هذه النية هذه غير كافية لابد نعطيه ميكانيزمات وهنا نتكلم بعض الأليات لما نقول نطلب رئيس البلدية باش يجيب الناس ثروة لازم نعطيه نعطيه بعض الصلاحيات صلاحيات هل رئيس البلدية بإمكانه أن يخلق منطقة النشاطات لزوند اكتيفيت ما كاش نصت شريعي ما كاش هذا وقصدي ما كاش الأراضي في دلوالي حتى مثلا رئيس البلدية لا عنده حرية المبادرة مثلا قال لماذا نديروش مثلا نرسم على الناس لتدير تجارة في الأرصفة المحلات لتخرج الأرصفة قبل ذلك سيد فريق أنا حبيت نسألك سؤال فيما اسألة تمويل البلديات سيد فريق نحن نعرف أنه كل التحصيل الحصيلة الضريبية تروح لخزينة الدولة معناها ليبياس لامبو يعني لامبو سيول بينيفيست يعني سوسيتي روح للخزينة العمومية معناها ليرجي لامبو سيول ريفيني جلوبال يروح للخزينة الدولة تيفيات روح للخزينة الدولة سيد فريق هذا الأمر عادي مثلا لماذا لا نروحوش كما بعض الدول الإسكندنافية التي تعطيها هامش ضريب للبلدية مثل البلدية تولي عندها مصادر أموان هذه هما جملة من الميكانيزمات العملية التي تتضمن مجموعة النصوص القوانين التي تتحكم في هذه العمل لا تكون الجباية أو الرسوم إذا لم نجد حوالي 40 سنة وأنا نعرف في الإدارة المحلية أننا نتكلم عن الجباية المحلية لا فيسكالي تولوك نوكال وقات سيتان سلوكو الجباية المحلية الهدف انتحها أننا نقوي الميزانية البلدية قانون قانون الأملاك الوطنية لا الوالي من المفروض أننا نراجعوها ونكيفوها على أساس أننا كثير من الأملاك الوطنية الخاصة ممكن أن الدولة تتنزل عليها وتضعها تحت تصرف البلديات التي تتولي أملاك بلدية تولي أملاك بلدية مدرة للثروة على مستوى خوانية تنظيمية أنت تعرف الرئيس البلدية لا يمكن أن يدير رخصة البناء والعملية التنبوية تنطريق من رخصة البناء لا لا يمكن المير يعطيه رخص البناء إلا بالموافقة المسبقة من المصالح ما هذا المشكلة أو الصلاحيات سيد فريك أستسمحك نأخذ فاصل ثم نعود شاهدين نبقى معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجددا مشاهدين من التحق بين اللحظة نذكر بعنوان حلقتنا اليوم البلديات والتنمية بين صلاحيات المنتخب وسلطة الإدارة وضيفية سيد بشير فريك سيد بشير فريك وتكلم لك على التعليم اللي بحثت بها وزارة الداخلية إلى رؤساء البلديات وتكلم على مصدر الأموال أنه يبحثوا بذاتهم عن مصدر أموال لبلديتهم لكن أنا حبيت نتكلم على العكس سيد بشير فريك بصراحة لما قلت لك أنه ليارجيت تروح الخزينة العمومية ليبياس تروح الخزينة العمومية التيفيات تروح الخزينة العمومية ثم بطريقة أخرى تعاود ترجع للبلدية لماذا لا نخلقوش صيغة سيد بشير فريك صيغة أن البلدية يكون عندها دخل يعني دائم هو دخل المتذبذب ولا دخل دائم مصدر مال دائم بالله في تقديري هذا موضوع جوهري وموضوع مرتبط اعتقادي بالنسبة الأولى بالنسبة أساسية بالإرادة السياسية ونحن الآن نعتقد في حكومة ما شاء الله فيها من الوزير الأول إلى كثير من الوزراء كنولات يعرفوا هذا الواقع هذا من الفروض أنهم بشكل أو بآخر يراجعوا كنت نسموها الجباية يراجعوا الجباية صحيح الجباية بحيث أن البلدية تتحصل آليا على مبالغ من الميزانية العمومية آليا يعني هذا الرسوم هذه حتى تدخل هي في حلقة تنمية سيدك نطيك مثال مثلا على بلديات في دول سكونديناذية سويد النرويج الدنمارك البلديات عندها دخل من اللامبو حتى لما تخيل أنه رئيس بلدية يعرف أنه عنده مثلا ضريبة ثابتة من أرباح الشركات رئيس البلدية هو يبحث على فرص الاستثمار يبحث أنه ماذا به تصرى خلق تنافس ماذا به يجيب المستثمينين البلديات مثلا نبحث على هذا الصيغات سيد فريك لا هي أمور مرتبطة في الواقع الحالي حتى أول رئيس البلدية عنده نحطيك بعض البلدية الكبيرة الجيسون طرول عندهم ما بال عندهم بس بين ميزاليات ولك وين يجي يستثمروا وين يجي يستثمروا ما عندهم ما عندهم نركز على بلدية حبي هذا يولي نسق عام عندنا 1541 بلدية تستثمر فيها مكاج لا هذه في الجزائر في تقورت في ورقلة في غردايا ما يوجد بلدية تكون بلدية بالمثهوم القانوني الأعراضي من البلدية ما عندهاش وما هيش من صلاحيتها أنها تخلق أنشطة تخلق مناطق النشطات لزوند اكتيفيت أو الأقطاب السياحية ما هيش من صلاحيتها وحنا هذا اللي حابين يا سيد فريك وهذه قرية إرادة سياسية سامحني فقط إرادة سياسية لكن كان أيضا إرادة فكرية ربما الناس ما يشتتحدث في هذا الأمر سيد فريك أنت مشكور على كتاباتك وتكتب كثير في هذا المجال عندك كتاب خاص بهذا المجال أنا ما أقصد يا سيد بشي فريك أنه إذا نحن حبين مثلا الجزائر الآن في طريق نمو وإن شاء الله ستتحسن كثير الأمور وإن نركزين كثير على الاقتصاد أقصد نمشي وأنه البلدية ما تبقاش بالمفهوم الكلاسيكي سيد فريك أنه رئيس بلدية يدير إنارة عمومية والنظافة وأصلا نحن نتحطه على الديمقراطية التشاركية في من يتشاركوا يتشاركوا على الإنارة العمومية والنظافة مع تتوسع الأفق تولي الناس تبحث فرص استثمار تبحث فرص معانتها ثقافية تبحث فرص اقتصادية أقصد هذا الأمر سيد فريك تدقل للإرادة السياسية ممكن أيضا موش مطروح أصلا لا أعتقد أن الفكرة الفكرة متداولة لكن أنها تصل إلى مرحلة تنسيد لم تصل إلى مرحلة تنسيد لما ندير نص أو فكرة إذا ما هذه الفكرة هذه ما لحقتهاش بآليات وميكانزمات عملية قانونية تنظيمة تنسيدها تصبح عبارة عن شعار عن شعار ما عندوش صادة على أرض الواقع لأن رئيس لماذا تكملين أنت رئيس بلدية في شعار فناء تقولوا أنت تخلق الثروة لماذا أحسن تخلق الثروة لماذا لحنا نحصن القوانين ونحصن المداخين ومن بعد نطلبوهم بخلق الثروة أكيد أنا أقصد سيد فريك تفضل قل لي النقطة قل لك النقطة متراكمة متراكم من أولويت الأولويت في اعتقادي أنه لابد من الذهاب إلى مراجعة التقسيم الإداري للبلديات تكون صغير فال84 دعوا كوارث في التقسيم تعلق البلديات كي البلديات ما عندها حتى مقوم من مقومات الحياة العمومية كبلدية كانوا كانت ديطاق كفاش يقوله مناقشات ومساومات بين وزارة الداخلية في ذلك الوقت والمنتخبين تحت الحزب الواحد خلقوا بلديات ما عندها حتى أساس كل واحد كل نائب جاب دوار تحته بلدية الآن عدد 1541 بلدية صحيح عدد كبير ومليح بالنسبة لجزائك قارة كبيرة هذا العدد ممكن نستثمر فيه سيد فريك تخيل أنه 1541 بلدية تدخلها ولو جزئيا ولو نسبيا تدخلها في حلقة التنمية تخيل 1541 بلدية ولهذا نقول لك هل هذه مركزية يا سيد فريك أنا هذا سؤالي أيضا خلينا نقوله للمنتخبين هل هذه المركزية فرضتها أن المنتخبين ضعاف معناتها وكأنه مركزية تلقائية لأن المنتخبين ضعاف رئيس بلدية ضعيف ما يقدرش يتكلم لك على استثمار ويتكلم لك على خلق الثروة أم أنه هذه المركزية هي كما قلت لنت سياسية هي مقصودة هذه المركزية بحث عن السلطة أو بحث أمور هذه 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 الفكرة المركزية القرار بالنسبة للمنتخبين هذا متأصل في الفكر الإداري انتعنا وهذا ربما ناتب نقبلها نقبلها في بداية استقلال في سبعينات هذا وقصدنا نقبلها صحيح لأننا نحبين نبحثوا دولة ونوحدوها لكن الآن هذه هي الرجالة أنت كجامعي ما نشعرف إذا عندك فرصة باش تروح تحكم رئيس بلدية ما نشعرف لازم تكون تدخل في حزم من أحزاب الانتهازية وكذا وما نشعرف باش لابد حتى نقطع الطريق أمام ذريعة الويصاية على المنتخبين بدعوة أنهم عاجزين بعد أنهم فاشلين بعد أنهم باش بمراجعة قانون الأحزاب وقانون الانتخابات ونفرض شروط معقولة على الأقل من حيث المستوى معين لما تسيغ لبلدية بلدية هي عبارة عن إذا صح التعبير عن دولة مهلية هذا وقت ورئيس بلدية المفروض يكون رئيس جمهورية بمفهوم رئيس جمهورية ولوزير أول في بلديته في 2016 و2012 رئيس بلدية أمي مش معقول هذا ما تكون هذا النوع انتع المنتخبين ليفرزهم لكي صندوق مش كل مسؤولة لها مسؤول عليها الحزب والمسؤول مش مسؤول عليه مسؤول عليه قانون الانتخابات قانون الأحزاب اللي مفرض شعوط ما تكون شعوط ما نقول لشانا لازم تجيب لمنتخبين من النخبة لا لا المجلس ما عليش لكن بالنسبة لتقلد المناصب المسؤولية في البلديات الانتخابية أعتقد في تصوري لابد من حد عندنا من ناس جميعيين عندنا ناس عندهم خبرة طويلة في التسيير لما تكون المنتخبين عندهم حد معين من المستوى من الرؤية من تفكير مع تغيير بعض القوانين قوانين الجباية قانون الأملكة الوطنية قانون التعمير لأخير تعطيهم صلاحيات أعتقد ممكن أن نحدث الإقلاع هذا السؤال سيد فريك دائما نطرح شكور يبدأ الأول وصلوا مثلا هذه النخب للبلديات حتى نغير القانون أم أنه نغير قانون البلديات سامحني سيد فريك لما نغير قانون البلديات ونغير الصلاحيات نعطوا صلاحيات للبلديات ويقول رئيس البلدية من الصلاحية وأنه يبحث استثمار ويبحث معنى تلقائيا ليرح يروح للمنصب أكيد سيكون متكون أم أنه العكس نقول نغير قانون الأحزاب ونغير قانون الانتخاب لما يوصل للمكان رئيس بلدي رئيس مجلد الشعبي بلدي لما يوصل لأحد نخباوي لنغير القانون هذا هو السؤال سيد فريك هو الأمور متكاملة أو مترابطة مترابطة ومتكاملة لأنه سمح سيد فريك نخب الآن رئيس بلدية مثلا يقول لك ما عندي صلاحيات يقول لك أنا قرية دكتور وحبيت الروح بلدية كل شيء يجوز من الوالي وكل شيء يجوز من الضال وكل شيء ما عندي الصلاحيات هو في اعتقادي الوضع يتطلب وقف التأمل وتأني من خلال من خلال خبراء خبراء لا بد من مراجعة هذه الأرمادة القانونية بعيدا عن المكاتب وزارة الداخلية ولا وزارة المالية ولا مشاعر لازم ناس مختصين باش نديروا القوانين تحت شعار الفكرة الأساسية بأث البلدية الجزائرية الجديدة بمفهوم اقتصادي بمفهوم تنموي لمواجهة التحديات التي نعيشها طيب خلينا اليوم دفعنا على رؤساء البلدية وقلنا أنه لازم يعطونهم صلاحيات لكن خلينا نتكلم حقيقة سيد فريق رؤساء البلديات اليوم في الجزائر 1541 بلدية تخيل 1541 رئيس بلدية شي كبير سيد فريق اليوم يقوموا بدورهم بعيدا عن التنمية خلينا نتكلم لكن اليوم واقفين مثلا واقفين يتكلموا مع المواطن يحبين عندهم الإرادة يحبين يخدموا كل يشتخل في ذلك الحلقة أنه ما ويش أنا المسؤول المسؤول الوالي والوالي يقول لك أنا الوزير الداخلية وأعطاني صلاحيات هذا التداخل كل واحد الأمر ومسؤول في البلد وكل واحد يتمكن يمارس صلاحيات على الأقل الممنوح عليها سيد أفريق شوف كان واحد الشعار يتكلموا عليه هو يسميه الديمقراطية التشاركية معناه أننا نشرك المواطن في تسيير شؤون المحلية وهذه لازم تكون تشارك يعني أن نستقبل المواطن ونديل الديماغوجية ولا حاجة لازم نقلق الآليات كيفاش المواطن يكون مهيكل المواطن يكون مهيكل على المستوى المحلي في الإحياء في التفكير نحن العامل يا سيد أفريق العامل على المستوى المحلي ضعيف هذا هو السؤال العامل ضعيف طبنا ما عندوش صلاحيات خلينا ما عندوش صلاحيات في المجال الاقتصادي والتنموي لكن حتى في إطار المجتمع المدني في إطار أنه يوعي المواطن في إطار أنه يكون ممثل الدولة على المستوى المحلي ومنتخب كيف ضعف في هذا العامل سيد أفريق مجتمع المحلي وش نقولك احنا كلش تسيس كلش تسيس المجتمع المحلي تكون جمعية تنشط وكذا وكذا يديرونها تيكات قال هذا راهي مع حزب فلاني ولا راهي كذا ولا هكذا إذا راهي موالية للحزب نتاع المير والله كذا راهي ممكن يقربوها ويتعابلوا معها إذا كان جمعية والكل يبحث عن مصالح شخصية واحد يبحث عن سكن واحد يبحث عن وكيف يبحث عن الصالح العام هذا هو السؤال كاين جمعياتهم لا 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 مرش نتهم أنا أقول كاين جمعيات ولكن أنا نقول هذه فكرة الديمقراطية التشاركية يجب أن نعطي لها مدلول عملي طيب سيد فريق حتى نختم لأن الوقت انتهى في 30 ثانية قل لي سيد فريق وش رأيك الحل الحل أنه حتى نبعث التنمية في البلديات والبلدية خليها تشارك في الاقتصاد في التنمية قلنا أثق واسعة ما هيش إنارة عمومية ونظافة بلدية تبحث استثمار وثقافة ومجتمع نغير التشريع قتلين قول منتخبين وقانون أحزاب جديد وشن هو الحل في رأيك سيد فريق أنا في اعتقادي نخرج كل هذه الأفكار من مكاتب من مكاتب الإدارية ونشكل خالية محلية للتفكير لبعث قوانين جديدة من قانون الانتخابات قانون الولاية قانون البلدية قانون الأمملاك الوطنية قانون الجباية باش نخلق نصوص منسجمة تمكن البلدية من أداء دورها شكرا جزيلا سيد فريق شهدنا إلى هنا نصل إلى عدد اليوم خصصناه إلى البلدية هذه الحلقة المهمة ويجب أن تكون مهمة في مجال التنمية وخلق الثروة وبحث فرص الاستثمار والقوانين وسلطة الإدارة قناعة مننا إن شاء الله اليوم أفضل من الأمس الغط أفضل في الجزائر ودائما أدعو ربي يعلي راي بلدنا محمد عثماني يحييكم سلام عليكم